في صورة مغايرة عن واقعها المستقر النجف تصحو على انثلات أمني عكر صفو هذه المحافظة ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم بأقل من 24 ساعة في حوادث منفصلة حالات قتل وصلت إلى الذبح بالسكاكين لأحد الشباب وأخرى بأشكال ودوافع مختلفة انحدار خطير بالملث الأمني يصف نجفيون غضبون تلك الأحداث معبرين عن استيائهم لتكرارها اليوم الأجهزة الأمنية مطالبة بالدفعيل دورها وبعقد اجتماعات طارئة ومهمة لمناقشة هذا الوضع الراهن يجب الوقوف من هذا الجرائم التي تجري فيه النجف الأشرب نحن نطلب من الحكومات الموجودة في النجف أن تتعامل بقوة مع الانفلات الأمنية الانفلات الأمنية يأثر على الطفل حتى استوى بالابتداء يأثر عليه عوامل شتى شخصها مراقبون للشأن المحلي في النجف تقف خلف تكرار الخروقات الأمنية الدامية فالمخدرات وانتشارها الكثيف والمخيف الذي بات خارج نطاق السيطرة على رأس الأسباب بالإضافة إلى ضعف الجهد الأمني في التعاطي مع خروقات أمنية سابقة ما أسهم وفق رأيهم في ازديادها مؤخرا في الأواني الأخيرة عدم استقرار في الجانب الأمني وكثرة تعاطي المخدرات في هذه المحافظة اليوم هذه الأمور يجب أن يكون هناك وعي من المجتمع ومن المسؤول صاحب القرار يعطي الأولوية لمكافحة المخدرات على صفيح ساخن يتقلب الوضع الأمني في النجف فالمخوف من الأحداث المتسارعة لتراجع هذا الملف الحساس تقلق النجفيين الذين وجهوا سهام النقد لحكومتهم المحلية وقيادة شرطتها لم نعد نشعر لا بالأمن ولا بالأمان لسان حال النجفيين هنا يقولون أن ثقتهم باستقرار أمني مطمئن باتت مهزوزة بعد الأحداث الأخيرة ما لم تأتي الأيام القادمة بجديد على المستوى الأمني في المحافظة من النجف محمد رزاق التغيير